تحدي القرى المصري بيدرس العودة لقائمة 25 لاعب في الموسم الجديد كل فريق ب25 لاعب بدل 30 لاعب ده بناء على طلب مين؟ بناء على طلب روي فيتوريا إثبت هنا دي برضو من الحاجات اللي هتشوفوا فيها مقاومة من الأندية كل نادي عايزي بيعانه 30 لاعب واكتر كمان الراجل فيتوريا اللي بيحب الشباب اللي بيحب اللاعبين الشباب اللي بيحب يشوف شباب بيلعبوا في الدولة المصري بشكل ثابت اقترح إنه يبقى 25 عشان كل نادي يبقى مجبر يطلع لعبين شباب كل نادي يبقى مجبر يلاعب اللاعبين الشباب النادي الأهلي والزمالك وغيرهم من الأندية لما اضطروا يلاعبوا شباب شفنا مواهب عظيمة أنا مع الـ 25 اللاعب وهيتقل لك أصدقه الزمالك والأهلي ومعهم بقى دلوقتي كمان بيرامد زوفيوتشر دول بيشاركوا في بطلقات أفريقية والغير اللي هيشارك في البطلقات العربية وإن الفرقة دي محتاجة لعبين زيادة وضغط المباريات 25 لعب وخد شبابك اللعبة كبيرة يعني يا إما اللي بيتصاب يا إما اللي مش موجود يا إما اللي بيسيب النادي ويمشي اعتبد على رجالتك على أبنائك بسيكوا بقى خدوا بقى بدل ما تاخد على إجبارا أنت اللي تطوع كنادي وقول أيوان عايزة 25 عشان عايزة لعب الشباب اللي عندي عايزة بقى مضطرة لعب الشباب اللي عندي عايزة الجهاز الفني اللي عندي يبقى مضطرة لعب الشباب اللي عندي فنساعد بعض في هذا الأمر دكتورة فيتوريا تخفيض قائمة الفرق في الدولة المصري إلى 25 بدل 30 لعب